بنصبح على حضراتكم مرة تانية دلوقتي يجي معنا مع أخبار التقص بالتفصيل وهاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص يكون حار نهارا على قارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية الغربية بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء وفيه النهاردة شبورة مائية على طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى قارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط صيناء وشمال الصعيد تفاصيل أكتر عن حالة التقص معنا على تليفون دكتورة منار غاني معضل مركز الأعلان باية الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ دينا وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك فأنا أهلا بحضرك حابيني تطمن من حضيك عن حالة التقص النهاردة خصوصا من المبارح فيه ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة والعظم على القاهرة نهاردة هتكون 29 بالفعل يمكن أحنا اليوم هيكون فيه استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة كمان فيه المحافظات الداخلية لأن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية اللي في أصلها كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ثم مرورا بالبحر المتوسط فبالتالي الكتل دي بتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها كمان هيكون فيه امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده بيعمل على زيادة فترات ستوع أشعة الشمس وطبعا ارتفاع قيم درجات الحرارة درجات الحرارة خلال فترة المهارة ومعظم المحافظات أعلى من المعدلات الطبعية بحوالي ثلاثة أربع درجات العظم بالفعل على القاهرة الكبرى اليوم متواقع نهاية فجل تسعة وعشرين درجة مقوية وده بيكون في وقت الظاهرة ووقت الظروة وبنحس بالأجواء الحرارة فترة النهار على القاهرة الكبرى ووكهاء البحري وبعض المناطق التمالي موجودة في شمال وجنوب السعيد أجواء دفعية في المحافظات الشمالية لهاي سواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط ده بيكون طبعا خلال فترة النهار موجود أشاعات الشمس ثورة غياب أشاعات الشمس ودخلنا في فترات الليل بضبط درجات الحرارة بتنخفض طبعا عن فترة النهار بسبب غياب أشاعات الشمس فإحنا بدأنا نلاحظ أن فترة الليل البرودة فيها قلت بدأت قيم درجات الحرارة الصغرى يزيد فترة الليل فأجواء فترة الليل أصبحت أجواء لطيفة بشكل كبير في بعض المحافظات المدن بس الجديدة المناطق المسلوحة بشكل كبير ممكن تكون أجواءها مائلة للبرودة خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر وطبعا فرق بين المهار والليل بيتجاوز العشر درجات في القاهرة الكبرى في محافظات سعيد بيتجاوز الخمستاشر درجة مقوية فده الفترة دين السنة مهم جدا نفض بنا من فرق قيم درجات الحرارة ونفض بنا من نوعية الملابس خلال فترة الليل كمان الشابورة المائية أصبحت ظاهرة جوية بتأثر معينا فترة الصباح الباكر وبتأثر طبعا متفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة منها هي نسبة الرطوبة مرتفعة الفترة دي دكتور؟ هي نسبة الرطوبة موجودة لكن مش مرتفعة بالشكل الكبير لكن طبعا مصدر الكتل الهوائية صحراوية ثم مرورا بالبحر متواصل فتحمل بكميات من الرطوبة لكن طبعا مزايا الرطوبة بدأت فصل الصيف هي مرتفعة لكن مش عالية بالشكل الكبير ده بيخلينا فترة النهار خاصة مع هدوء سرعات الرياح نحس ان القيام درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما خاصة في وقت الصباح الباكر بالإضافة كمان ان احنا عندنا الشابون المايزة ما قلت في الأول بتأثر على رؤية الأفقية وبتتلاشى مع طبعا أشاعة الشمس طبعا بتتلاشى بالساعة 8 تقريبا الشابون ما بتبدأ تختفي رؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق بعد فترة الظاهرة مع فترة المساء وساعات الليل هيكون شي نشاط رياح في القاهرة الكبرى وفي بعض المناطب من السواحة المساء مهم ما يكونش رياح محمل بالرمال والأتربة لا الحمد لله غير محمل بأي أتربة ورمال مصارة هو فقط نشاط رياح يحسسني بالبرودة وصلت في الأجواء يعني ده اللي هيهلطة في الأجواء بشكل كبير خلال فترات الليل بإذن الله وفي فترة المساء وده مستمر معنا كمان بكرة إن شاء الله يعني الأحوال الجوية على الأقل في 48 ساعة القادمة إن شاء الله مستقرة بشكل كبير تحسن في الأحوال الجوية لكن طبعاً في استفاع تقيم بردات الحرارة فمهم جداً ناخد بنا وبنأكد على كل السادة المواطنين لو إحنا بصرينا نخفز فترة النهار فترات الليل يفضل طبعاً الملابس الشتوية حتى لو شتوية خالفها تكون موجودة معنا وفترة الربيع التقلبات الجوية فيها حدى وسريعة فمهم جداً إن إحنا نتابع نشرات الجوية أكيد عشان كده إحنا بنتابع مع حديك بشكل يومي في برنامج سبع آخرية مصر أشكرك شكراً جزيلاً دكتورة منار غاني معضل مركز الأعلام باية الأرصاد الجوية شكراً جزيلاً لك خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة هنبدو هامل القاهرة العظمة 29 صغرى 18 العاصمة الإدارية 29 17 إسكندرية 26 14 العالمين الجديدة 24 14 مطروح 23 13 دميات 27 15 بورس عيد 27 15 إسماعيلية 33 17 السويس 33 16 العريش 31 15 كاترين 24 8 طابة 30 15 حلايب 26 20 شلاتين 29 19 شرم الشيخ 30 19 الغردقة 30 17 الفيوم 33 16 بني سويف 33 17 الودي جديد 35 17 أسيوت 34 17 سوهاج 34 17 قنا 34 18 الأقصر 35 18 أحيانا أسوان 35 19 نخلي بنا أن نفي ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لكن في مع ساعات المساء والصباح الباكري بتكون منخفضة درجات الحرارة فنخلي بنا من التغير في درجات الحرارة عشان منصبش بأدوار البردة هرجع مرة تانية لش هزيو منها علشان نكمعك في قرارة سبعة خلية مصر شكرا لك يزيين شكرا لك شكرا لك